حلال روبيني يخرج للماء ورك على نقاصة ما عنده أكيد عرفتوا صاحب هذه المقولة سعد الدين العثماني سعد الدين العثماني كان رئيس الحكومة المغربية حتى سنة 2021 لم يتبقى رئيس الحكومة ماذا يتبقى؟ بداية سعد الدين العثماني الذي تزاد في مدينة إيزقان في 16 يناير 1956 والذي كان الدكتور في متخصص في علم النفس غير القراصو كوزير للشؤول الخارجية سنة 2012-2013 في حكومة عبداليلة بن كيران قبل أن تم الإقالة له سنة واحدة من بعد تقلد المنصبه في التعديل الحكومي الذي يأتي وسيأتي بلاستو كوزير للشؤول الخارجية صلاح الدين مزوع في 2017 وبالضبط في 17 مارس مرة أخرى سيبتسلم هذا الرجل السوسي وسيأتي للحكومة كوزير ولكن كرئيس للحكومة التي قادها حتى سنة 2021 في الانتخابات 2021 عندما فشل حزب العدالة والتنوية في الحصول على المرتبة الأولى سعد الدين العثماني سيغادر الحكومة رجع للعيادة في مدينة الرباط للقاء المرضى الذي يأتي عنده في العيادة المتخصصة في الأمراض النفسية بما أنه دكتور متخصص في علم النفس وأغلب الوقت حاليا سيقضي في العيادة في الرباط وفي المنزل في مدينة السلاة وأصبعتهم متسع من الوقت لقضائهم على أسرة في الأنشطة الحزبية والتدهورات الوطنية والدولية أنا أريد أن أسألكم ما هي أبرز ما زال عقلين لها في حكومة سعد الدين العثماني ولا شيء مقبولة قالها سعد الدين العثماني